وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك والحمد لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يترك الإنسان سدى عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه ثم دعاهم إلى طاعته ليطيعوه وإلى محبته ليحبوه فمن أقبل إليه منهم أرضاه ومن أعرض عنه منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفاء واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم وتضيء في نفوسنا نور التقى وتنثر في ربوعنا مسك العلا وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار عسى أن نتذوق من جديد طعم الأنس بالعزيز الغفار فما أسعد الحياة مع الله وما أهنأ وألذ العيش مع الله ولا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها إلهي وسيدي ومولاي أغلقت الملوك يا سيدي أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهي وسيدي ومولاي غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم إلهي وسيدي ومولاي نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه وها نحن ننصب إليك وجوهنا ونقلب إليك أفئدتنا ونرفع إليك أكفنا ونضع لك على التراب جباهنا ونمرغ لك في الأرض أنوفنا إلهي أهل ذكرك أهل مجالستك وأهل شكرك أهل زيادتك وأهل طاعتك أهل محبتك وأهل معصيتك لا تقنطهم من رحمتك فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم ما أحلمك يا سيدي على من عصاك أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني وإن أحببت والاني وإن أخلصت نجاني إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني تعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش الليلة مع قبس مهيب من مشكات الأنوار نعم إنه قبس جليل جليل القدر عظيم الشأن يهز القلوب هزا إننا الليلة على موعد مع حديث قدسي رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني وغيرهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الله يا الله ما أجل هذه الكلمات ما أروعها والله الذي لا إله غيره لوددت أن أردد الحديث حتى ينتهي وقت البرنامج وكفى وكفى أن أسمع الأمة كلها هذا الحديث عن ربنا جل جلاله اسمحوا لي أن أكرر الحديث مرة ثانية وسامحوني ابتداء فمحال أن أشرح هذا الحديث بكلماته التي تهز القلوب في لقاء فأعتذر لحضراتكم من البداية إن لم أستطع الليلة أن أشرح هذا الحديث كله في لقائنا في هذه الليلة الكريمة المباركة وسأحاول جاهدا ما استطعت أن أنهي شرحه في الحلقة القادمة غدا بإذن الله تعالى لأن الحديث طويل لأن الحديث جليل لأن الحديث عظيم اسمح لي أن أسمعك كلماته الرقراقة المؤثرة مرة ثانية قال ربنا جل جلاله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه تعال معي لنعيش مع أول نداء من هذه النداءات الكريمة في قوله جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي لقد تكررت في الحديث عشر مرات يا عبادي يخطئون بالليل والنهار وينسبهم عبادا له يقصرون في حقه ويدعوهم عباده حتى في النداء الذي قال فيه إنكم تخطئون بالليل والنهار ما جرد هذا الحكم من هذا النداء الرقراق يا عبادي إلهي وسيدي ومولاي نخطئ يا سيدي بالليل والنهار ومع ذلك تنسبنا عبادا لك وأنت الغني القهار وأنت العزيز الغفار هل انتبهت إلى هذه اللطيفة يا عبادي يا عبادي يا عبادي نقصر ونذنب ونخطئ بالليل والنهار ومع ذلك يدعونا عباده ولا يخرجنا من دائرة العبودية له وأود أن أقول بأن هذه الكلمة الرقيقة فيها لفتتان رقراقتان جميلتان أما اللفتة الأولى فهي لفتة الرحمة واستجاشة العواطف لفظة يا عبادي تحرك العاطفة في قلب الإنسان الجامد ليقبل على الله الذي يجعله عبدا له مع تقصيره في حق مولاه واللفتة الثانية تذكير للعباد بما خلقوا له وبالغاية التي وجدوا من أجلها وهي المذكورة في قول ربنا جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فأرجو منك حبيبي في الله أن لا تنسى وأنت أخت الكريمة أن لفظة يا عبادي فيها معنيان الأول استجاشة للعواطف وللوجدان لتذكر رحمة الرحيم الرحمن للإقبال عليه جل جلاله فمهما كنت مذنبا كما سأبين ومهما كنت مقصرا فالله ينادي عليك بقوله يا عبادي نعم أنت عبده أنت عبد لله والله جل وعلا خالقك ورازقك وهو الذي يعلم ضعفك وهو الذي يعلم فقرك وهو الذي يعلم عجزك فما عليك في أي لحظة من ليل أو نهار أيها العبد المحب لله جل جلاله المعترف بفقره وعبوديته لربه وسيده ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي السيد وبين يدي العزيز الغفار فالحديث في الصحيح قال السيد الله فالسيد اسم من أسماء الله جل وعلا فما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وأن تعترف له بخطئك وجرمك وأن تقر له بتقصيرك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوا وعصاك رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك نعم واللفتة الثانية فيها تذكير بالغاية التي من أجلها خلقنا ألا وهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأود أن أؤصل لحضراتكم أن العبودية نوعان عبودية قهر واضطرار وعبودية حب واختيار عبودية قهر واضطرار لا ينفك عنها أحد من الخلق بحال لا ينفك عنها ملك أو أمير أو حاكم أو وزير أو غني أو فقير أو كافر أو مؤمن أو عالم أو متعلم لا عبودية قهر فكل العباد في الأرض مقهورون لله مربوبون لله تجري عليهم أقداره وتجري عليهم أحكامه لا يتأخر حكم من أحكامه ولا يرد قدر من أقداره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه عبودية القهر والاضطرار والاختيار تجري على الخلق جميعا أقدار الملك القهار من مرض وموت وشقاوة وسعادة وقوة وضعف كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين يعز ذليلا ويذل عزيزا ويشفي مريضا ويمرض معافا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالعباد جميعا مقهورون له سبحانه وتعالى قال جل جلاله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذه عبودية الذل والقهر والاضطرار وكل الخلق مقهورون لله الواحد القهار تجري عليهم أحكامه وأقداره لا يستطيع أحد أن يتفلت من حكمه أو من قدره جل وعلا أما النوع الثاني عبودية الحب والاختيار وهذه لا تتحقق إلا بعلمين الأول معرفة العبد بربه والثاني معرفة العبد بنفسه فكلما عرف العبد ربه عرف العبد نفسه فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام ومن عرف ربه بالعلم الكامل عرف نفسه بالجهل والنقص نعم هذه العبودية عبودية الأنبياء عبودية المرسليين عبودية الصالحين عبودية العارفين برب العالمين كلما ازددت عبودية من هذا النوع ازددت عزا وازددت رفعه وازددت كرامه وازددت قربا من الله لذا لا أعلم عبدا على وجه الأرض من لدن أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة قد حقق العبودية لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه مثل ما حققها أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم أثنى الله جل وعلا عليه بصفة العبودية في أسمى مقامات المصطفى وأعلى مواقفه أثنى عليه بصفة العبودية في مقام الإسراء فقال جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه سبحان الذي أسرى بعبده وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة إلى الله وهي من أشرف المقامات بل هي أشرف مقامات الوظائف والأعمال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أثنى عليه ربه بصفة العبودية في مقام الدعوة فقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لم يقل وأنه لما قام نبي الله ولم يقل وأنه لما قام رسول الله وإنما قال جل علاه وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يدعو إليه جل وعلا ويبلغ دينه ورسالته كاد المشركون يكونون عليه لبدا وأثنى عليه جل جلاله بصفة العبودية أيضا في مقام التحدي للمشركين قال جل جلاله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لم يقل على نبينا ولم يقل على رسولنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين إذن أيها الأفاضل العبودية لله شرف عبودية الحب والاختيار عبودية الذل والانكسار عن حب واختيار شرف لله جل وعلا وقرب لله سبحانه وما أثنى الله على نبيه في أسمى مواقفه وأعلى مقاماته إلا بصفة العبودية لأنها أغلى وأعز ما يتقرب به إلى الله جل جلاله لأن الرب رب ولأن العبد عبد ولأن الله غني عن كل خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية إنما يريد من عباده جل وعلا أن يحقق له سبحانه وتعالى مقام العبودية وأن ينزل هذه المنزلة وأن لا يخرج منها أبدا حتى يسعد بالنظر إلى وجه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا عبادي الله هل تعرفت على بعض اللطائف والرقائق في هذه الكلمة يا عبادي والله ثم والله لو أردت أن أقف مع حضراتكم الليلة كاملة في قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لتوقفت الليلة كاملة فما أعظم العبودية وما أسمى مقامها وما أرفع شأنها وهل خلق الله الخلق إلا من أجلها وهل خلق الله السماء والأرض إلا من أجلها وهل خلق الله الجنة والنار إلا من أجلها وهل أنزل الله الكتب والصحف إلا من أجلها وهل بعث الله الأنبياء والرسل إلا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمقام العبودية ليس أمرا هامشيا على جانب الطريق على جانب طريق الإسلام كلا بل هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق بل هو الغاية بل هي الغاية التي من أجلها خلقنا بل هي الغاية التي من أجلها نعيش ويجب على العبد أن يوظف كل ما يملك من أجل هذه الغاية فمشكلتنا إلا من رحم ربنا أننا حولنا هذه الغاية إلى وسيلة وحولنا كثيرا من الوسائل التي يجب أن توصلنا لها إلى غايات فذلت الأمة وضعفت وأسأل الله أن يعيد إليها عزها ومجدها فأنا عاشق من عشاق أمة الحبيب المصطفى عاشق لهذه الأمة وأعرف قدرها وأسأل الله أن يرفع قدرها وأن يزيد الأمة شرفا وكرامة ومكانة وأن يردها إلى مرتبة ومنزلة العبودية ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم أيها الأفاضل يقول ربنا جل جلاله يا عبادي يا الله اسمع يا الله افتح قلبك وأصغ سمعك الملك ينادي عليك وأجعلك عبدا له وأنت مذنب وأجعلك عبدا له وأنت المقصر يجعلني عبدا من عباده ينادي علي بقوله يا عبادي وأنا المذنب وأنا المقصر في حقه في الليل والنهار ومع ذلك ما حرمني من هذا الانتساب وما جردني من هذا الشرف نعم يا عبادي اسمع اسمع لربك جل جلاله يقول إني حرمت الظلم على نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ما كان يكفي يقول إني حرمت الظلم على نفسي يكفي هذا جدا وإنما قال إني حرمت الظلم على نفسي خلي بالحضرتك وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا تأكيد لتحريم الظلم بصيغ من أبلغ الصيغ إني حرمت الظلم على نفسي لو قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي هذا لكفى فما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه جل جلاله فهو محرم على خلقه إني حرمت الظلم على نفسي ثم قال وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ثم أمر العبادة فقال فلا تظالموا تدبروا معي هذه الفقرات وتدبروا معي هذه الكلمات يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني إيه خلي بالك الأول ما هو الظلم إيه هو الظلم قال علماؤنا الظلم هو مجاوزة الحد بزيادة أو بنقصان فمن تجاوز الحد بالزيادة فقد وقع في الظلم ومن تجاوز الحد أيضا بالنقص أي بسلب الحق أو إنقاصه فقد وقع أيضا في الظلم ومنه قول الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا إذن الظلم يكون بالزيادة أو يكون بالنقص فعلماؤنا يعرفون الظلم بأنه مجاوزة الحد بالزيادة أو بالنقص وربنا تبارك وتعالى منزه عن ذلك إني حرمت الظلم على نفسي أي منع نفسه عن ظلم عباده وهو قادر على ذلك جل جلاله لكنه منع ذلك عن نفسه إحسانا وإكراما وتفضلا منه على عباده وعلى خلقه وفي هذا رد بليغ على القدرية بطوائفهم كلها الله جل وعلا منع نفسه من ظلم عباده كتب على نفسه حرمة الظلم كما كتب على نفسه الرحمة حرم على نفسه الظلم ولم يحرمه عليه أحد من خلقه وكتب على نفسه الرحمة ولم يكتبها عليه أحد من خلقه فهو جل جلاله قادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكنه لا يحب الظلم ويكرهه ويبغضه سبحانه وتعالى وحرمه على نفسه جل وعلا ومن ثم حرمه على خلقه وأمرهم بأن لا يتظالم فيما بينهم فالله جل جلاله منع الظلم عن عباده رحمة منه وإحسانا منه وتفضلا منه اسمع وإلا فورب الكعبة فورب الكعبة لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا ليس من كيسي ولا من عندي إنما هو كلام أعرف الخلق بربه إنه حديث عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الحديث رواه أحمد ورواه الترمذي وابن حبانة والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال انتبه لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم الله 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 لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك قال من لقي الله الله بغير ذلك دخل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله تدبروا معي أيها الأفاضل هم يقولون الظلم مجاوزة الحد بالزيادة أو بالنقص والله جل جلاله منزه عن كل ذلك لا يظلم أحدا من خلقه فيحاسبه بغير ذنب ارتكبه ولا يحاسبه على ذنب غيره ولا ينقص أجره إذا عمل عملا من الطاعات أو الحسنات قال جل جلاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحة فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يخاف ظلما أي لا يخشى أن يحاسبه الله على ذنب لم يفعله ولا يخشى هضما أي تضيعا لحقه أو تضيعا لأجر عمل عمله يبتغي به وجل الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلما ولا هضما لا يخاف ظلما لا يخاف ظلما يظلمه به ربه ويحاسبه على ذنب ارتكبه غيره أو على ذنب لم يرتكب ولا يخاف هضما أي لا يخاف تضيعا لأجر لعمل عمله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلما ولا هضما وقال جل جلاله وما ربك بظلام للعبيد وقال جل جلاله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل جلاله وما ربك بظلام إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالله جل جلاله منزه عن كل النقائص منزه عن كل العيوب صحيح الله خلق الخلق وخلق أفعالهم ومن أفعال العباد الظلم لكن الله جل وعلا لا يوصف بصفات خلقه ولا بأفعال عباده تدبرها فورب الكعبة هي من أغلى ما سمعت طوال الحلقات الماضية أقول نحن نعتقد يعتقد علماء أهل السنة أن الله جل جلاله خالق العباد وخالق أفعال العباد قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون لكننا نعتقد أن الله خالق الخلق وخالق أفعال الخلق لكنه جل جلاله لا يتصف بصفات خلقه ولا بأفعال عباده فإن وقع العباد في الظلم فلا ينبغي أن يوصف ربنا بالظلم لأنه خالق العبد وخالق فعله الله جل وعلا إذا أكلت أنا وهو فعل خلقه ربي جل وعلا فيه فلا يقال الله آكل وهكذا لا يتصف ربنا بصفات خلقه ولا بأفعال عباده هذه لطيفة من أرق اللطائف التي هي من أسس معتقد أهل السنة والجماعة الله جل وعلا ليس كمثله شيء منزه عن كل عيب منزه عن كل نقص اسمع كما أنه متصف بكل كمال وجمال وجلال فإنه منزه في أفعاله عن كل نقص وعيب ومثال كما أننا نؤمن ونثبت له جل وعلا صفات الكمال والجمال والجلال فإننا كذلك نثبت له أفعال الكمال والجمال والجلال فالله منزه في صفاته ومنزه في أفعاله ومنزه في ذاته جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالى الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا موصوف بكل كمال وجمال وجلال منزه عن العيوب والنقائص والمثال ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال قال جل جلاله ولا يحيطون به علم وقال جل جلاله فلا تضربوا لله الأمثال وقال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فالله منع الظلم عن نفسه إكراما منه لعباده إحسانا منه لخلقه تفضلا منه على عباده يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه جل جلاله إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وقال بعض أهل العلم أيضا الظلم الظلم هو مجاوزة الحد كما قلت ومنهم من قال الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق هذا تعرف أخر لمعنى الظلم قالوا هو مجاوزة الحد وقالوا هو التصرف في غير في ملك الغير بغير حق هذا لا يمكن أبدا أن يكون لله جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى لا يتصرف في غير ملكه فالله جل جلاله هو مالك السماء ومالك الأرض ومالك الخلق يتصرف في ملكه كيف شاء وهذا أيضا تعريف لا يسلم على إطلاقه فقد يتصرف إنسان في غير ملكه بحق ولا يكون ظالمة وقد يتصرف إنسان في ملكه بغير حق فيكون ظالمة لا 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 تاني بالرحمة ولا نا بقول هذا أمر لا يسلم على الإطلاق هذا التعريف الذي عرفه بعض أهل العلم لا يسلم لهم على إطلاقه لأنه قد يتصرف إنسان في غير ملكه بحق فلا يكون ظالمة وقد يتصرف في ملكه هو بغير حق فأكون ظالمة والله جل وعلا لا يتصرف إلا في ملكه ولا تحكم إلا فيما يملك فالأرض أرضه والسماء سماؤه والخلق خلقه والعبيد عبيده والملك ملكه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جل جلاله فهذا أيضا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى فالله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة بل يضاعف الحسنات ويغفر السيئات بل ويحول السيئات إلى حسنات بالتوبة والأوبة إليه جل جلاله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي من أجل ذلك وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا الله يأمر العباد أن لا يتظالموا أن لا يظلم بعضهم بعضا أن لا يظلم بعضهم بعضا فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة لا تظلمنا أخي الحبيب يا من من الله عليك بالمنصب ويا من مكنك الله بالجاه ويا من مكنك الله بالحكم أو بالكرسي أو بالسلطان والله الذي لا إله غيره أخاطبك مخاطبة الأخ المشفق المحب لأخيه والله لا أخاطبك باستعلاء والله لا أنادي عليك بكبرياء والله لا أخاطبك من منطلق الشماتة في أنك ظالم وستنال عقاب الظلم في الدنيا والآخرة لا والله بل أخاطبك مخاطبة الأخ المحب المشفق على أخيه وأقول لك احذر الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يوم تحتاج إلى نور تمشي به في يوم الظلمات كما قال رب الأرض والسماوات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وقال جل وعلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المتبعين معه يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أما الظالمون فهم يتقلبون في ظلمات حالكة يوم القيامة إن الظلم ظلمات يوم القيامة أخي يا من زللت في الظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي المظلوم لا ينام بل يرفع سهام الليل إلى الملك الديان يرفع سهام الليل يرفع الدعوات التي لا تحجب قال الصادق لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال له والحديث في الصحيحين واتق دعوة المظلوم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي غير رواية الصحيحين يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين انتبه انتبه والظلم نوعان ظلم لنفسك وظلم لغيرك وكلاهما ظلم سيسأل وأحدنا عنهما بين يدي الله جل وعلا أما الظلم للنفس فهو من أقبح أنواع الظلم وأقبح أنواع الظلم للنفس الوقوع في الشرك أو المعاصي نعم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه فقال إنه ليس الأمر الذي تعنون ليس الأمر الذي تعنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم الوقوع في الشرك والوقوع في الكبائر بعد الشرك والوقوع في الصغائر خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى أما النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم العباد لبعضهم البعض ظلم الغني للفقير ظلم القوي للضعيف ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أيا كان هذا الإنسان والظلم للكافر ظلم والظلم للكافر ظلم كما أن الظلم للمسلم ظلم لا تتصور أن ظلم الكافر ليس ظلما بل هو ظلم تسأل عنه إن كنت ظالمة نعم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لا تقل هذا كافر أنا أظلمه لا هذا ظلم حرام إنه عظمة إنها عظمة دين النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لو أنك رجل مسؤول وعندك موظفون هذا مسلم وهذا غير مسلم لا تظلم غير المسلم بدعوى أنه ليس على الإسلام فهذا ظلم ولا تحاب المسلم بغير حق بدعوى أنه مسلم فهذا ظلم نعم إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة فالظلم ظلمات يوم القيامة أحذرك أخي من الوقوع في الظلم إذا دعتك قدرتك على ظلم الخلق والعباد فتذكر قدرة الله عليك واعلم بأنك ضعيف اعلم بأنك إنسان ضعيف والله جل وعلا قادر عليك ولذلك من أروع ما قرأت ما قاله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال والله إني لأخاف وأستحيي أن أظلم أحدا ليس له ناصر علي يوم القيامة إلا الله يا الله هل استوعبتها هل استوعبتها يا من تقع في ظلم العباد هل فكرت في أنك إن ظلمت رجلا ضعيفا ورجلا فقيرا ورجلا ليس له ظهر كما يقولون يقول أنا لا ألجأ إلا إلى الله يقول حسبي الله ونعم الوكيل لا يجد من ينصره من الخلق ولا من العباد هل تقوى يا عبد الله هل تقوى أن تقف أمام هذا العبد الذي انتصر بالله جل علاه إني لأخاف وأستحيي أن أظلم أحدا ليس له ناصر علي إلا الله من يقدر على ذلك من يقدر على هذا وأعلم أن الظلم يجنى في الدنيا قبل الآخرة قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رأى البخاري في التاريخ الكبير ورواه الطبراني قال إثنان يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي الظلم وعقوق الوالدين فالظالم لابد أن يجني ثمرة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري إن الله تعالى ليملي للظالم خل بالك الله يمهلك الله يمهلك الله يمهلك وأنت مغرور بستر الله عليه ومغرور بالسدراج الله لك ومغرور بأنك لازلت تتقلب في نعم الله ولا يعجل الله لك العقوبة انتبه انتبه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد انظروا عقوبة الظالمين وجزاء الله للظالمين في الدنيا قبل الآخرة اسمع لقول الله فكلا أخذنا بذنبه سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة أي ريحا عاتية مدمرة فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آه ألم تر كيف فعل ربك بعاد قرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إيه النتيجة ما العقاب ما الجزاء فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تقرأ قول الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ألم تقرأ قول الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطاغية وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فطرى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية ألم تقرأ قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أين الظالمون يا أحبابي أين فرعون أين قارون أين هامان أين لوط أين قوم لوط أين قوم هود أين قوم صالح أين قوم شعيب أين المشركون الذين آذوا رسول الله أين أبو لهب أين أبو جهل أين الفراعنة أين الجبابرة أين الطواغين أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوخ الدنيا بسطوطهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجى منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان روى البيهقي وابن حبان وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح ومن أهل العلم من حسنه فحسب من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح سألهم وقال ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قالوا بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل كل تماء على رأسها امرأة عجوز تحمل كل تماء على رأسها فجاء فتى منهم فتى ظالم جاء شاب ظالم فوضع كفه في ظهرها بين كتفيها ودفعها على الأرض فانكفأت على وجهها فانكسرت قلتها فعادت المرأة ونظرت إليه وجلست وقالت له سوف تعلم يا غدر يعني يا ظالم سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة وجمع الأولين والآخرين واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم وفي رواية ابن مسعود إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه لا تظلمنه إذا ما كنت مقتدرة فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي في يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ينادى عليك أين فلان ابن فلان من؟ هذا هو اسمي وقد قرع النداء قلبك وزلزل فؤادك ينادى عليك على روس الخلائق والأشهاد وإذ بمجموعة من الخلق ممن ظلمتهم في الدنيا يجرونك جرة ويدفعونك دفعة ليوقفونك بين يدي جبار السماوات والأرض هذا يقول للرب يا رب شتمني والآخر يقول يا رب هذا ضربني والآخر يقول يا رب هذا سفك دمي وقتلني والآخر يقول يا رب اغتابني والآخر يقول يا رب ظلمني والآخر يقول يا رب كنت مظلوما وكان قادرا على أن يدفع عني الظلم فخذلني والآخر يقول يا رب أعان الظالم على ظلمي وخذلني الكل يدفعك ويجرك بين يدي الله جل وعلا ما فيش درهم ولا دينار الملك يقول أدي هؤلاء حقوقهم منين فنيت الدنيا ما فيش معايا مال فيأخذ من حسناتك إلى هؤلاء طيب الحسنات انتهت يأخذ من سيئاتهم وتطرح السيئات عليك فإنت وحيدي أين صلاتي أين صيامي أين زكاتي أين إنفاقي أين حجي خلاص ضاع ضاع ذهب إلى صحائف غيرك ذهب إلى صحائف غيرك يا من تظلم خلق الله وعباد الله لن تجد في صحيفتك شيئا إن لم تفي حسناتك بظلم الخلق وبظلم العباد ووالله لن ينفعك أحد والله لن ينفعك أحد والله لن ينفعك أحد فوحد الواحد الأحد وعلق قلبك بالواحد الأحد والجأ إليه وحده وخف منه وحده واعلم أن قلب من تخاف بيد من عصيت وهو الله جل جلاله نعم ينتقل كل شيء في صحيفة حسناتك إلى صحائف غيرك فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئات من ظلمتهم ثم طرحت عليك معك دليل على الكلام ده اسمع ماذا قال الصادق كما في صحيح البخاري من حديث أبي وريرا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم فإنه ليس هناك ثم أي هناك درهم ولا دينار وإنما يؤخذ من حسناته لأخيه فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وكما في حديث المفلس في صحيح مسلم الحديث أبي وريرا أتدرون ما المفلس قال من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمت من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسف كدام هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار وأختم هذا اللقاء في هذا النداء الأول فقط يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا بقصة معاصرة بقصة أرسلت بها أخت فاضلة إلى بريد الأهرام إلى بريد يوم الجمعة في جريدة الأهرام وباختصار شديد تحكي هذه الأخت الفاضلة قصتها بأنها كانت هي وزوجها قد كانت تعمل عندهم خادمة وكانت هذه البنت الصغيرة بنت العشر سنوات أو أقل تخدمهم خدمة متفانية وكانت أمينة وكانت مظيفة على حد قول هذه السيدة الكريمة وكانت تخدمها وزوجها وتخدم ولدها وابنتها فقط خدمة متفانية ولكنهم كانوا يعذبونها وتقول بأن زوجها كان يصعقها بالسلك الكهربائي ويضربها إذا تأخرت في نداء وإذا قصرت في عمل مع أنها تستيقظ في الصباح الباكر تعد الإفطارة وتغسل أطباق وتنظف المطبخ وتذهب بالأولاد بالولد والبنت إلى المدارس إلى غير ذلك ومع ذلك يعذبونها ويضربونها ويصعقونها بالكهرباء ويقدمون لها مع ذلك ما تبقى عندهم من طعام ومن شراب إلى آخر ذلك من ذل ومهانة الشاهد باختصار شديد هذه البنت لابن رجل فلاح مزارع بسيط فقير في مقابل أنه يأخذ من هذا البيت عشرين جنيها فقط كل شهر لهذه البنت هكذا تقول السيدة المهم باختصار شديد طرد هذه البنت بعد هذا العذاب الشديد لأنها فقدت بصرها من كثرة الضرب وكثرة الإهانة والتعذيب والعمل فقدت البنت بصرها فلما خرجت البنت لم يبحث عنها لأنها لم تعد صالحة نافعة لهذا البيت الشاهد باختصار تقول تخرج ولدها من الجامعة ثم تزوج زميلة له فتاة رائعة الجمال ورزقه الله منها طفلا تقول وكانت الصدمة العنيفة الشديدة علينا أن الطفل كان أعمى فاقد البصر فتحول البيت إلى حزن وكآبة وفقدنا السعادة ولم نعد نعرف للسعادة طعما تقول وبعد أيام وبعد شهور فقدنا الأمل في أن يعود البصر إلى هذا الطفل الجميل ولكننا صممنا على أن تحمل تحمل من جديد زوجة ابنه وذهبنا إلى الأطباء وطمأنون وطمأنون وبشرون بأنه محال أن يأتي مولود آخر أعمى البصر لأنه لا يتوجد قرابة بين الرجل بين الزوجة بين الزوجة وزوجة تقول ونحن دفعنا البنت إلى أن تحمل واوى إلى آخره وحملت وحملت في بنت ووضعت بنتا جميلة تقول وضعنا أيدينا جميعا على قلوبنا حتى طمأننا الطبيب بأن البنت سليمة وتبصر بفضل الله جل وعلا تقول وكانت الفجيعة ووقعت المأساة مرة أخرى فبعد سبعة أشهر نظرنا إلى الطفلة الجميلة فوجدناها تركز بصرها في اتجاه واحد فوضعنا أيدينا على قلوبنا وذهبنا بها إلى الطبيب مرة أخرى وكانت المصيبة وكانت الصدمة مرة ثانية أن أخبرنا الطبيب بأنها فقدت هي الأخرى بصرها فأصيب الزوج الوالد الجد الذي طالما عذب الفتاة الصغيرة العمياء حتى فقدت بصرها ولا حول ولا قوة إلا بالله قالت فأصيب بحالة نفسية قاتلة ونقل إلى مستشفى نفسية وإلى مصحة نفسية ولا حول ولا قوة إلا بالله تقول وصرخ ولدي وسقط ولدي طريح الفراش لهول هذه الصدمة الكبرى وأصيبت زوجته أيضا بحالة نفسية قاتلة تقول وملأ القلب الهم قلبه بل وخيم الهم على بيتنا ولم نعد نعرف للسعادة طعمه تقول وأنا أجلس في لحظة من اللحظات تذكرت الفتاة التي أفقدناها بصرها لشدة الصعق الكهربائي ولشدة الضرب والتعذيب والألم تذكرنا هذه الفتاة قالت فخرجت أبحث عنها في كل الطرق وفي كل البيوت وفي الشوارع وأسأل هنا وهناك وهنالك حتى وصلت إليها فذهبت إليها وقلت لها تعالي قالت فكانت البنت أشد أصلا منه ولم تنس العشرة مع أننا أهناها واذعذبناها وأذللناها تقول فجاءت معي وهي في غاية السعادة والفرح تقول جئت بها أقودها أنا لأنها لا ترى فلما عادت إلى البيت وسمعت ابنتي صوت هذه الفتاة بكتها الأخرى وتعلقت بها وعلمنا جميعا أن ما أصابنا كان جزاء من جنس عملنا فطلبنا من هذه البنت أن تسامحنا وقالت وكنت أخدم بنفسي هذه الفتاة وأخدم طفلي حفيدي ابني ولدي وحفيدتي بنت ولدي أخدم الثلاثة الذين فقدوا بصرهم فيا أيها الظالمون انتبهوا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وستجنون ثمرة ظلمكم في الدنيا قبل الآخرة ولا تغتروا بإمهال الله لكم ولا بستر الله عليكم لا ترفع يدك على مسلم لا تضرب مسلما بظلم وبغير حق ولا تأخذ حقه من مال ولا تنتهك عرضه ولا شرفه ولا تهن ولا تسفه إن الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا سامحوني وأسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم الظلم وأن يرزقني وإياكم العدل وأن يحفظني وإياكم بحفظه وأن يصطرنا وإياكم بستره وفي الغد إن شاء الله تعالى أكمل ما استطعت من هذا الحديث القدسي الجليل يزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا